اهلا بكم في برنامج ولنا وقفة نناقش اليوم في وقفتنا تناغم مؤتمر المنامة مع مؤتمر القدس الأمني هل استطاعت إسرائيل فعلا أن تتحول لبوصلة القوى الدولية والإقليمية في رسم خريطة المنطقة سياسيا كيف سيواجه الفلسطينيون واللعبون الفاعلون في المنطقة وخططات إسرائيل في حشدها للقوى الدولية والإقليمية لخدمة سياستها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القمة الأمنية التي جمعت الروس والأمريكيين والإسرائيليين في القدس ما هي التحالفات التي تسعى إسرائيل لتشكيلها وأي سياسات تسعى لتمريرها هل يسعى الإسرائيليون لدعم روسي أم أن روسيا أصبحت ترى في إسرائيل شريكا فاعلا واستراتيجيا في المنطقة وفي ظل الدعم الذي تقدمه سياسات ترامب لإسرائيل ومشاركة العرب في قمة المنامة الممهدة لصفقة القرن ما هي خيارات الفلسطينيين أمام مزيد من الحشد الدولي والإقليمية الداعم لإسرائيل وأين تقف تركيا اللاعب الأبرز في مواقف كثيرة أو من شرق المتوسط وخصوصا في سوريا من معادلات نسج المنطقة وتحالفاتها هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها مع ضيوفي من رام الله الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي ومن القدس الباحث والمحلل السياسي إلي نيسان ويشاركنا الحوار من إسطنبول عبر الهاتف المستشار السابق بالحكومة التركية والباحث السياسي عمر الفاروق كوركماز نبدأ النقاش لكن بعد التقرير التقى وفدى القوتين العظميين الولايات المتحدة وروسيا في القدس المحتلة لبحث الأمن الإقليمي الذي تلعب فيه إسرائيل دورا محوريا والتي قد يناط بها تحريك وضبط إيقاع منطقة الشرق الأوسط التي تتسارع فيها الأحداث وتنعقد فيها المؤتمرات اجتماع مستشاري الأمن القومي تناول الملف السوري وتطوراته وامتدى ليغطي تطورات التي تحدث في الخليج والنفوذ الإيراني هذا الاجتماع جاء في وقته ولقد اجتمعنا في لحظة مهمة جدا في منطقة الشرق الأوسط فيما تعمل إيران ووكلاؤها على زيادة التوترات بالإضافة إلى انهيار اقتصادها وآفة الفساد لقياديها لقد عملنا مئات المرات على منع إيران من الحصول على أسلحة متقدمة ترسلها لحزب الله وهضبة الجولان وفي دفاعنا عن نفسنا لن ندع القوات الروسية في مرمى الخطر ملفات مهمة تلعب إسرائيل دورا مؤثرا في تحريكها لصالح السياسة الأمريكية أو العكس لكن الجديد هو دخول روسيا إلى نادي الدول التي تنسق مع إسرائيل في شأن المنطقة في وقت تعقد فيه ورشة عمل المنامة الاقتصادية لإقناع الدول المحيطة بتمرير ما عرف إعلاميا بصفقة القرن والتي يقول الأمريكيون إنها تثبيت شامل ودائم للسلام العربي الإسرائيلي ورغم الرفض الفلسطيني للصفقة إلا أن تسلسل الأحداث يوضح مدى الاعتماد على إسرائيل لاعبا إقليميا ودوليا فبعد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل مرورا بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وانتهاءا بتسريبات الصفقة القرن تستمر إسرائيل في تحقيق مكاسبها مشددة على كونها الحليفة الأبرز في منطقة الشرق الأوسط للولايات المتحدة فهل أصبحت إسرائيل اللاعب الأساسي الوحيد الذي تلجأ إليه حتى الدول العربية لتحديد مسارات الحرب والنزاعات وحتى المسارات الاقتصادية وهل بإمكان دولة صغيرة تكافح لتحديد ملامحها القدرة على تحقيق مكاسب لها ولدول كبرى كالولايات المتحدة وروسيا بعد تفعيل دورها بشكل أكبر بفضل دعم الرئيس الأمريكي ترامب لسياساتها أم أن إسرائيل هي من استطاعت أن تحيد القضية الفلسطينية وتفرض نفسها شريكا إقليميا رئيسيا رغم أنف القوى الإقليمية التقليدية وأعداء الوجود حسام البكري لبرنامج ولنا وقفة تي ار تي عربي وأبدأ النقاش مع المحللة السياسية إليه نيسان سيد إليه ما الذي تسعى إليه إسرائيل من عقد القمة الأمنية أولا أن هناك عدة نقاط بهذا الموضوع وطبعا هناك مصالح روسية ومصالح إسرائيلية المصالح الروسية تكمن في إعادة إعمار سوريا وإعادة الاستقرار والاستذباب في سوريا وطبعا هناك مصالح إسرائيلية عدم التموضع الإيراني في الأراضي السورية وذلك بعد دحر منظمة داعش في المنطقة الاجتماع الذي يعقد هذه الأيام في إسرائيل هو شأن غير مسبوق لأن هناك ثلاث دول إسرائيل إسرائيل وطبعا روسيا وأمريكا التي لها قسم مشترك في هذه المنطقة أنا قلت أن روسيا لها مصلحة بإعادة الاستذباب والاستقرار في سوريا ورغم التصريحات التي سمعناها من قبل بيترشوف اليوم بأن إيران على سبيل المثال لا تشكل تهديدا محدقا على العالم برمته أنا لا أعرف كيف على سبيل المثال بيترشوف يفضي بمثل هذه التصريحات عندما الكل يعلم الكل يعلم بأن إيران ذنب إيران يلعب في كل مكان في العالم وإيران تهدد على سبيل المثال بما سمعناه من قادة الإيرانيين بأن إيران تحاول زوال أو القضاء على دولة إسرائيل المشكلة هي كذلك نحن نعلم أن هناك تنافس بين إيران وبين روسيا حول المصالح الروسية في سوريا نعم ربما هناك وجود خلاف نشان النظرة لإيران وبين سوريا الخلاف يكمن ليس فقط بين إسرائيل وبين روسيا أنا أقول كذلك عندما أرادت على سبيل المثال إيران بناء مواني ومطارات في سوريا هذا الأمر لم يرق لروسيا نقطة ثانية عندما أرادت إيران ابتياع صواريخ S-400 من روسيا روسيا رفضت هذا المطلب الإيراني ولذلك رغم التصريحات التي سمعناها من قبل بيتروشوف هذه الأيام في أرشاليم القدس طيب سيد إلي نيسان ماذا ستقدم إسرائيل لسوريا؟ تمثل المصالح الإيرانية الشيء الذي تقدمه إسرائيل لروسيا هو كذلك أولا هناك كما تعلمين تنسيق أمني بين إسرائيل وبين روسيا بكل ما يتعلق بالهجمات التي قامت بها إسرائيل في السنوات الأشهر والسنوات الأخيرة وعلى سبيل المثال في معظم هذه الغارات روسيا التزمت جانب الصمت وهي لم تعارض كل اللهجمات التي قامت بها إسرائيل نقطة ثانية عندما حاولت إيران الاقتراب إلى الحدود الإسرائيلية السورية ليس فقط بقوات الحراس التورى وإنما أيضا بواسطة الميليشيات الإيرانية إسرائيل توجهت إلى روسيا بهذا الموضوع وعليه قامت إيران بنقل قواتها 80 كم من الحدود الإسرائيلية لا يخفى على إسرائيل بهذا الموضوع رغم أن القوات الإيرانية أبعدت عن الحدود الإسرائيلية السورية ولكن هناك ميليشيات إيرانية التي تعمل على سبيل المثال بالقرب من الحدود الإسرائيلية ولذلك قامت إسرائيل في السبيل الأخيرة بقصف منطقة الحارة في عضبة جولان تفضلي وكيف تنظر إسرائيل للملفة السورية اليوم؟ إسرائيلية ليست ضد النظام السوري تعلمين أن قبل 2011 عندما بدأت منظمة داعش حملاتها في سوريا الحدود بين إسرائيل وسوريا كان من أهدى الحدود مع الدول العربية ولذلك إسرائيل حتى اليوم هي ليست ضد النظام السوري وإنما ضد التواجد والتموضوع الإيراني في سوريا وأنا أقول كلمة واحدة وهذا الأمر معروف للكول هناك خطوط عريضة وحمراء سأعود لك سيد إلي نيسان سأعود لك أتوجه لضيفي عبر الهاتف سيد عمر الفاروق كوركماز لأن هذا الأمر لا يخدم المصالح السورية سأعود لك أتوجه لضيفي عمر الفاروق كوركماز في ظل ما نشهده اليوم سيد كوركماز أين تقف تركيا؟ تركيا يهم جدا السلام في شرق العوسط وخاصة في سوريا لكن كما ترغيزون أن صراعات الإقليمية والدولية تجعل الشعب السوري هي الضحية في الهاتف لذلك تركيا تحاولا تحافظ ما تبقى من البشر على الأقل بما حوله حتى تسيطر أجواء السلام في داخل سوريا نعم هناك تدخلات إقليمية والدولية مثل تدخل إيراني في أراضي سوريا وإن كان بطلب حكومة سوريا لكن يبدو أن هناك ملحات مختلطة جدا جدا كما فهمت كيف ستؤثر نتائج قمة القدس سيد كوركماز على التواجد التركي في سوريا يعني تركيا متواجدة في المنطقة لسببين السبب الأول لأمن الحدودي لأن أمن الحدودي محددة من قبل الملاشيات والقوات الإرهابية أو قوات الإرهابية نعم لكن هناك أمر آخر أنه الآن خاصة فيما يتلق بإدنب إذا انتجر إدنب أو حدث هناك هجوم كبير على إدنب سواء كان عن طريق النظام أو عن طريق الملاشيات سيكون هناك هجوم كبير جدا من اللاجئين نحو التركية وبالتالي الضحية من ناحية أخرى ستكون تركيا تركيا تحاول أن تحافظ على حدودها وأنها القومي من الحدود ثانيا تحاول أن تسد اللاجئين أكثر لأن تركيا تستضيف على أكثر من خمسة مليون سوري بطريقة رسمية وغير رسمية وبالتالي الآن العالم بشكل عام لم يقف مع تركيا فيما يتلق بأمور اللاجئين وبالتالي تحاول أن تعالج بأسفها لوانب الحدود أو في داخل سوريا نعم ضيفي من رام الله سيد بسام صالحي قمتان مهمتان يعقدان في نفس اليوم قمة البحرين وقمة القدس كيف نقرأ الموقف الفلسطيني وكيف ستواجه أو يواجه الفلسطينيون مخططات قوى دولية وإقليمية بالنسبة لموضوع القدس أو هذا اللقاء الأمني الكبير نحن بالنسبة لنا واضح بأن هذا مرتبط بالوضع في سوريا بشكل خاص أكثر منه في الوضع الفلسطيني ولكن نحن مع الأصدقاء الروس تحدثنا بشكل واضح أننا نريد مفهوم واحد لأمن وسلام إقليمي يستند إلى إنهاء الاحتلال عن أراضي الدول العربية المحتلة فلسطين وسوريا ولبنان ويشكل ذلك أساس لقيام نوع من السلام والأمن الإقليمي بشكل عام وأن لا يترك أمر الأمن منفصلا عن موضوع السياسة أو السلام وهذا موقف أبلغ للشقاء الروس منذ فترة وهناك جهد أيضا باتجاه أن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام ربما يكون على غرار ما حدث في مدريد في عام 1991 وهذا بالتالي يصبح الموضوع الفلسطيني جزءا من سياق أشمل ولكن في إطار تطبيق قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق في المنامة نحن نرى أن المشروع الأمريكي هو لتصفية القضية الفلسطينية وطرحنا موقفا صريحا وواضحا نحن لا نقبل بالرعاية الأمريكية للعملية السلمية نحن نريد آلية دولية تبنى على أساس قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة وتستند إلى إنهاء الاحتلال لأن أي حديث عن سلام أو عن مشاريع اقتصادية أو غير ذلك دون معالجة القضية الرئيسية والمركزية وهي إنهاء الاحتلال وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وأن الكودس عاصمة للشعب الفلسطيني يصبح هو مجرد تكرار وتكريس للأمر الواقع الذي تخلك في ظل سياسة داعمة من طرف ترومب لإسرائيل وفي ظل مشاركة عربية لمبادرة أمريكية ممهدة لصفقة القرن ما هي خيارات فلسطين اليوم؟ ما المواقف التي ستبنى اليوم؟ أولا فلسطين لن تكون جزءا من أي مشروع يستهدفها وأن توافق عليه نحن أمام واقع احتلال ممتد منذ سنوات طويلة ومع ذلك نحن لا نسلم بهذا الاحتلال نحن نناضل ضد هذا الاحتلال نحن لا يمكن أن نعطي شرعية لأي عملية سياسية لا يكون مرتكزها الأساسي ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحقوق غير القابلة للتصرف التي أكررت عمليا في الأمم المتحدة بإجماع دولي وفي العديد من القرارات سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة لأمم المتحدة بالتالي نحن نستند إلى حقنا وإلى نضالنا ضد الاحتلال ومن أجل حقوقنا الأمر الثاني نحن لسنا معزولين نحن لدينا القضية الفلسطينية قضيتهم الجماهير العربية في كل مكان صحيح أن هناك هموم مختلفة أمام كل شعب من هذه الشعوب خاصة بقضيته ولكن نحن ندرك تماما أن موقع ومكانة القضية الفلسطينية لا يزال كبيرا ولدينا شواهد على ذلك بما فيه ما نشهده الآن وما يحضر له في العديد من الدول العربية أيضا نحن نرى بأن هناك دعم دولي للقضية الفلسطينية سواء من دول إسلامية أو من دول عالمية وهنا أريد أن أقول أن الولايات المتحدة تستعدي دول عديدة وأوساط عديدة هي تستعدي روسيا بحرب دبلوماسية تستعدي الصين بحرب تجارية تستعدي إيران بتهديدات عسكرية وتستعدي الشعب الفلسطيني بحرب سياسية وبالتالي نحن من جبهة عالمية واسعة تواجه السياسة الأمريكية وتواجه السعي الأمريكي لإجهاض مكومات القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كمرجعية لمعالجة كفة القضايا وبالتالي نحن قادرين على أن نواجه هذا المخطط رغم كبره ورغم أن هناك لم نعد نواجه نتنياهو في الحقيقة نحن نواجه الآن إدارة ترامب التي تأخذ بالنيابة عن نتنياهو الدور الأساسي في تسويق أي مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية ولذلك نحن على ثقة بأننا قادرين في إطار جبهة عربية ودولية واسعة أن نواجه ما يخطط للقضية الفلسطينية سيد بسامة الواقع يقول أن هناك مؤتمر وإسرائيل تلعب دور مهم ليس فقط في القضية الفلسطينية بل حتى في الشأن السوري يعني أين أنتم من كل هذا نحن نرى أو نلاحظ تماما أن الولايات المتحدة تريد أن تكرس مكانة إسرائيل في المنطقة ليس فقط تجاه الموضوع الفلسطيني ولكن أن تجعل وجود إسرائيل في المنطقة وجود طبيعي من خلال تطبيع علاقاتها مع الدول العربية وأن تأخذ الدور المهيمن في السياسة الإقليمية لذلك إسرائيل كانت منذ فترة على بعض التخاصم والتنافس والتصارع مع تركيا مثلا عندما أرادت تركيا أن تلعب دور أكبر بشأن دعم الشعب الفلسطيني أيضا هي مع إيران لأن إيران قوة إقليمية كبرى مع الدول العربية هي ساعة لتدمير العراق تسعى الآن أيضا وساعة لتدمير سوريا وهي تسعى لتدمير أي دولة يمكن أن تلعب دور أساسي في المنطقة بما في ذلك التخوف من نهوض جدي عربي على مستوى الدول أو الشعوب ولذلك نحن لا نقرأ بما يجري الآن محاولة واضحة أمريكية إسرائيلية لبسط هيمنة إسرائيل على المنطقة هل بإمكان الولايات المتحدة أن تكرس هذا الواقع نحن نرى بأن هذا الواقع يجب التصادم معه والصراع معه ما يعنينا بهذا الشأن كبرى المنطقة وصلت الفكرة سيد بسام صالحي سيد إلي نيسال ما هي مكاسب إسرائيل من روسيا فيما يخص الملف الإيراني ما هي مكاسب إسرائيل من روسيا أنا أرود على هذا السؤال ولكن إذا تسمحي لي أنا أرود على بعض أقوال بسام من رمالة تسمحي لي أولا أنا أقول لبسام أن مع الأسف منذ عام 48 الزعام الفلسطينية باختصار سيد إلي رجاء رفضت كل الاقتراحات حول إقامة نعم إلى جانب دولة إسرائيل كما تعلمون أن كما تعلمون أن هناك جمود في المسار السياسي السؤال هو لماذا أبو مازن مع كل الاحترام لا يوافق على المشاركة الفلسطينية في هذه الورشة في البحرين ربما هذا سيكون فتح باب في العلاقات بين سلطة الفلسطينية وبين الولايات المتحدة مع العلم أنه منذ نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى أورشليم القدس قام أبو مازن بمقاطعة الولايات المتحدة المشكلة لأبو مازن هي أنه فعلا لا يهتم بالشعب الفلسطيني هو لا يهتم بالقضايا الفلسطينية هو مع الأسف أبو مازن يهتم فقط بقضايا الزعام الفلسطينية لو أبو مازن أراد فعلا حل القضية الفلسطينية لكانت هذه القضية تحل من زمان هناك مقولة تقول أنه من أراد الكل خسر الكل ماذا يريد الجانب الفلسطيني أبو مازن يريد في نهاية ولايته أنه يدخل إلى صفحات التاريخ بأنه لا يعتبر خائل للقضية الفلسطينية طيب نعود لسؤال سيد إليانيسات كما قلت نعم إذن العلاقات الإسرائيلية الروسية تتميز بعلاقات وثيقة كما قلت في نهاية كلامي في الجولة الأولى أن هناك زيارة مرتقبة لبوتين إلى إسرائيل لتتشين نصف تدكاري لحرب لينجراد وهناك علاقات وثيقة بين رئيس الوزراء نتنياهو وبين بوتين وأيضا هناك مصالح مشتركة لإسرائيل ولروسيا حول إعادة الاستقرار والاستدباب في سوريا وأنا أقول كلمة واحدة روسيا لا تستطيع ممارسة الضغوط على إيران مغادرة الأراضي السورية ولكن إذا فعلا الرئيس السوري بشار الأسد أراد أن ينعم بالاستقرار والهدوء في سوريا عليه أن يتوجه إلى إيران رغم الاستثمارات الكبيرة والمساعدة الكبيرة التي قدمتها إيران لسوريا وأنا أقول كلمة واحدة سيكون للكل واضح أن كل ما تقوم به إيران هي ليس لبحث مصالح أخرين ليس لصالح فلسطينيين وليس لصالح سوريا وإنما إيران تبحث لصالح المصالح الإيرانية فقط وهي إيران على استعداد لتقديم آخر ضحية من الفلسطينيين وآخر ضحية من قبل السوريين لمصالح إيران في سوريا وفي كل العالم ولذلك أقول مكانا من المستحسن أن إيران تغادر الأراضي السورية بمصلحة الندام السوري وإسرائيل يعاد الاستقرار والاستدباب في سوريا شكرا لك سيد نيسان سيد كوركماز كيف ترد على ضيفي من القدس المحتلة؟ يعني كما ذكرت قبل قليل أن أراضي السورية أصبح حلبة بالصراعات الإخليمية والضحية هو الشعب السوري وعلى شكرا لا توجد هناك حكومة مركزية وبالتالي كل من لديه أجندة إخليمية طبعا كانت إسرائيل أو إيران أو دول أخرى تأتي وتدمر سوريا حاليا يعني نعم ربما إيران تجاوزت الحدوث في بعض الجوالب لكن إسرائيل لم تقصر أيضا في ضرب السورية أكثر من مرة يبدو أن هناك تساهم دولي خارج الإخليم أيضا في قضاء على شعب السوري واضح من كلمة ضيفك أن شكرا لك سيد كوركماز نعم شكرا جزيلا لك سيد كوركماز كنت معنا عبر الهاتف في ختم هذه الحلقة أشكر ضيوفي من رمالا الأمين العام لحزبي الشعب وعضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي ومن القدس المحتلة الباحث والمحلل السياسي إلى نيسان وكان معنا عبر الهاتف من اسطنبول المستشار السابق بالحكومة التركية والباحث السياسي عمر الفاروق كوركماز وشكر موصول لكم مشاهدينا على حصن المتابعة وإلى لقاء في حلقة جديدة من ولنا وقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر